حاضر يا بنات أنا مو بقصتي صراحة أنا أحسد من مظهر النتيجة أنا بس أبغى أفيدكم هذه بشرتي الآن بدون كريم والله العظيم مو حاطة كريم ولا حاطة ولا شي توني قامي من نوم غسلة وجم سويتلي الموجة حقتي وفاتحة تاريقات أقرأ لا حاطة كريم ولا حاطة شي أنا بشرتي ما هي تعبانة ما كنت أعاني من حبوب ولا شي أنا بس في عندي شحوب وجفافه في بشرتي فهذه الإبرة ساعدتني أنه تعطي المظهر اللي أنتم تشوفونه الآن تحسون كذا البشرة مشدودة تحسونها صحية تحسونها رويانة فقط يعني حبيت النتيجة روح يسوي ما حبيت أنا لحظة النتيجة يعني أنا ما يضرني ولا ينفعل إذا أنت سويت ولا ما سويت فللأسف أنه أنا ما عندي صورة قبل بدون مثلا بدون ميكوب يعني أنا بدون كريم كل صورة اللي بدون فلتر وبدون ميكوب أنا حاطة كريم رطبة بشرتي يعني أنا مهتمة ببشرتي يعني اهتمام اهتمام من جميع النواحي فحتى صورة اللي بدون كريم مو حاطة عشان تشوفون أنتم شحوب بشرتي أو تشوفون أنه جفاف بشرتي كابل فللأسف ما عندي صورة قبل إلا في صورة واحدة أخذتها من الهيادة يعني أخذتها وقتها قبل الإجراء هذا فهي الوحيدة اللي أقدر عرضها لكم هذه هي الصورة ما أدري إذا أنتم ملاحظين البشرة هنا غير عن هنا أو لا أنا ملاحظة التغيير وحس بشرتي الآن مرة قلوية ورطبة وصحية أكثر من قبل قبل كثت بس فيني شحوب وهذه الإبرة برضو تساعد إنه إذا كانت عندك ندبات سابقة أتوقع أعتقد استفسرهم من الطبيبة نفسها أنتم قلتولي تسألوني عن الإجراءات اللي أنا أصويها هذا هو ما أنا أصور أول بأول مو معناته أن أنا أعلن أو أنه أنا يعني أبيكم تسوون أو أني أنا أحفظ أنكم تسوون هذه الإبرة يعني هو الشيء هذا يرجع لك أنت ولكن أنتم لما تسألوني أنا أقول لكم أبشر روح أنزل في حساب يعني كل الإجراءات اللي سوعتها فقط إجابة على أسئلتكم أما بالنسبة للنتيجة عجبتكم مع عجبتكم هذا شيء راجع لكم تبعون تسوونها ما تبعون تسوونها شيء راجع لكم يعني أنا أشوف النتيجة في المراية يمكن ما هي واضحة في الجوال لكن أنا أشوفها على نفسي فماذا إذا أنتم ملاحظين الفارق أنا ملاحظة